بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله نبدأ المحاضرة للزميلات في معارض التمريض هنتكلم إن شاء الله نحن نحن نعم مراجعة سريعة لكل أجزاء الجسم والأشياء المهمة فيه اللي ممكن زميلاتنا في تمريض تستخدمها في حيات العمليين معكم الدكتور فوزي محمولة بوجدالة مدرس علم التشريح بكلية الترب بكلية الترب بجامعة الأذر بومياط الدكتورة من علم التشريح والأجنة من كلية الترب بكامعة المنصور طبعا هنا عندنا أول حاجة هنا الكتني الكتني عندنا وعندنا واحد يمين وعند شمال وعند رفت والكلية هنا مكانها مهمة جدا لأنها موجودة في في البطن من جوا جدار البط الداخلي لكي لا نجد من عملية جراحية لن ندخل من وراء لأنها مدفوسة في جدار البط الداخلي على جنب العمود الفقري من يمين والشمال مكانها بالتحديد في المنطقة القطنية المنطقة القطنية اعرفها كيف لدينا السريرة لناخد خط من السرعة أقصي اليمين في أقصي الشمال وسيُدّدنا المكان الكلام المنطقة اللي يسميها المنطقة القطنية اللي هي بتبقى موازية للفقرات القطنية وعشان كاسموها المنطقة القطنية ده مكان الكلام موجود الوكيشن بتاع فيه في البستيرر أبدا نقول إنزال لامبر ريجون طبعا التوكيدنز ويطلع منهم حالبين تويوريتر واللي حالبين بيصبهم في المسانة البولية نحن نسميها يونري بلدر وبعد ما يجمع البول هنا بيطلع فيه عمية تبول خريج جسم عن طريق اليوريثرا طبعا دي كلها أجزاء الجهاز البولي توكيدنز تويوريتر والبلدر يونري بلدر واليوريثرا اللي يفلتر هنا اللي بيأخذ استقبل الدم هنا ويفلتره ويحاول الدم لأ وينظفه من كل المواد العوادم اللي فيه والمية الزيادة وهو الكليا الكليا هي ده المكان اللي بتعمل في التريشن للبلدر وبعد ما يفلتر الدم ويطلع البول يتكون البول هنا ينزل فيه الحالب في اليوريتر واليوريتر يجمعه في البلدر في المسانة البولية وبعد كده يطلع عن طريق اليوريترا من خلال عملية ما يسميها او التبول هنا مقارنة مهمة جدا بين الميل والفيميل يوريترا اليوريترا قلنا في قناة ماجر بول في الأنسة وفي الزكر هنا مقارنة مهمة جدا 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 بين الاتنين لأن ده مقارنة تشريحية ومقارنة وظيفية وبعاكنا بتفسر معنا كمان بعض الأمراض اللي ممكن تفصل فيه الجانبين أول حاجة هنا اللينس الطول في الميل 20 سنتي لما طولها فيه الفيميل 4 سنتي فقط يبقى شورت كمان القطر الداخيل قطرها الدائمة قطرها بيكون ناره في الميل في الميل يعني ديق وفي الفيميل في الأنسة بيكون واسع واحد أجزاءها في الميل بتبقى ثلاث أجزاء جزء موجود في المحضر بروستات وفيه جزء بعد كده بعد البروستاتة واحسنته غروس طريبا بسميه إمبريناس او عشائي وعاكده الجزء اللي ماشي في القطيب بسموه بنايل او سبونجي بار وده أطر جزء فيها يبقى حوالي 16 سنتي إنما في الفيميل هو جزء واحد بس ماشي أجزاء ولها الوظيفة في الميل طبعا وظيفة تفرق الوظيفة هنا في الميل بيكون إنها هي convey urine and dissemin بيعدي فيها البول والحياة المنوية أو سئل منوي إنما في الفيميل بيتفقط مفيش طبعا حياة منوية عندها ولا سئل منوي بفقط بوظيفتها في الفيميل إنها بتاعي convey لـ urine فقط يعني بتنقل البول من البلاثر لخارج الجسم طيب هنا بقى سؤال مهم جدا liability for infection يعني من فيهم اللي يكون حدوث نسبة العدوة فيه يعني يحسن cystitis أو التهاب في المسانة أو التهاب في اليوريثرا من فيهم بيكون معدل أعلى في التهابات حيوثي للتهاب هنلاقي الفيميل أعلى السبب الميل بيكون له لأن النار دايما طلب قطرة اليوريثرا بيكون دايئة وكمان طولها long length إنما في الفيميل بيبقى highly يعني بيبقى معدل التهابات الجاز البولي في الأنسة أعلى لأنه بيكون عشان القطرة بداعها بيكون واسعة وهي diameter وهي short length وفيه هتة كمان هنا اللي هي المكان للمنطقة نفسها عند الفيميل بتكون contaminated يعني معدل التلوث المنطقة بالذاتي عند الفيميل بتبقى عالية عشان الضغرة الشهرية وا 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 إنما بالنسبة للزخرة بتكون أقل شوية طيب طيب هنا بقى سأقول average length of male euretora طبعا قلنا الوقت من شوية طولها في الزخرة كام 20 سنتي طولها في الأنسة كام 4 سنتي طيب function of the euretora الحالب ده هو الحالب ده لهو وظيفة هنا اللي هو بيعمل ايه؟ بيعمل conveyor بين الرئيورين البول من الكيدني بعد ما تكون يوديه للبلاثر طيب بيقوله ازاي؟ بيقوله عن طريق البرستالة التلوثية يعني بيعمل حركة دولية كده بيعني يعصر بيعني يعصر كده وينقابل وينبسط وينزل ليسحب البول من فوق لتحت عشان كاي سأقول الحالب كأننا بنحلي بالبول ده وكمان برده بتساره الجزيمية بس بالنسبة اقل شوي يعني الجزيمية الأرضية بتشد البول برده بتحت تمام؟ طيب تعال بقى نشوف اجزاء الحالب numerate numerate 3 parts of the order اجزاء الحالب لهو جزء نصه موجود في البطن ونصه موجود في الحوض pelvic part وفيه منه جزء صغير خالص حوالي هات الصمتي ماشيين في جدار المسانة البولية بيسموه intra-mural part يبقى بدون البارت pelvic part و intra-mural اللي هو الجزء اللي ماشي في جدار المسانة البولية طبعا ده اجزاء ده جايزة انا سؤالي للذكر هولا عندنا الجاز الرئيسي هنا او العضو الرئيسي اللي هو تستس اللي هو بنتج الاسبرم وبعد كده عندنا وراء الابديرمس اللي هو الخزان اللي بيتخزن في الاسبرم لحين نطجه حوالي اسبوعين وبعد كده بينقله وبعد كده للvost difference اللي هو قناة تبقى المني او الحياة المنوية وبعد كده بتصبها تاخدها وبعد كده تصبها في اليوريثرا ومن اليوريثرا هتروح لخارج الجسم طيب ايه تاني في الجاز البولي هنا اجاز التنسلو هنا هنلاقي هنا عندنا الثلاث غدد غدد وراء المسانة اسمها Seminal physicals والتفرز 60-70% من السائل المنوي تحت المسانة البروستات تفرز 20-70% من السائل المنوي وغدد صغير الخارص تحت المسانة تحت المسانة تحت البروستاتة اسمها تحت المسانة البروستاتة الثلاث غدد الثاني السمinal physicals وبروستات والتفرز من 5-10% من السائل المنوي بيت الأجزاء الأجزاء بقى الخارجية اللي هي القضيب الفينس والكيس اللي هوها الخصية اللي هو اسموسكروتا ده الجهاز التنسولي للذكاء طيب يبقى اذاً العضو الرئيس هنا في الزكر اللي هو بنتج الاسبارم اللي هو التستس يعني العضو الرئيس هنا يعني من غيره هنا الشخص ده مش هيخلف هيبقى عقيمة العضو الرئيسي اللي هو بنتج المصنع الوحيد اللي بنتج الاسبارم اسمه اللي هو التستس أو الخصية طيب الخصية موجودة هنا برق جسم وبرق جسم ليس جوا الجسم بخلاف المبيض ليه؟ لأن الخصية هنا وجودها برق جسم بيخفض الحرارة من الان بجمال برقات إنما لو جوا الجسم تبقى الحارة عالية عليها وممكن تنوت الخلايا الخصية الموقع تنتج الاسبارم والخصية تتلف هنا طيب الـ Epidermis هو الـ Epidermis اللي هو البلبغتال اللي هو الأنبوبة اللي إحنا لو فردناها تديني 7 متر هي أنبوبة عاملة حقف الـ Seed Shape كده وضعا نيمة على الخاصية هتستثن من جوه في جوه السكرودة دي وظيفته أقولنا ايه؟ بتعمل أول حاجة تعمل Store or Sperm يخزن جوه السperم الخزن جوه السperم بعد ما أنتك في الخاصية خذلك هي بتتخزنه، بتنتجه، بتخزنه بس يعني نضج السperم بكل استناقص النمو، بيكامل نموه هنا بيأخذ حوالي أسبوعين وبعد ما يأموه هنا يعني روح تنقله وتودي فيه في الـ Vast Difference Transfer to Sperm بالنسبة ليه وظيفة الـ Epidermis طيب الـ Avergents، الـ Vast Difference دي عبارها عن أنبوبة عضلية طولها حوالي 45 صمت الرقم ده مهم Avergents of the Vast Difference حوالي 45 صمت يعني نصف متر لـ 5 صمت دي اللي تنقل السperم تنقله من الـ Epidermis وتوديه وتصبه فوق وتحطه فيه في اليوريثرا بعد كده طيب الـ Burstata مكانها فين هنا؟ غدة، بروستاتا، غدة موجودة أسفل المسانة اهي، بلوزة نيك أوفزة بلاثر يعني تحت رقبة المسانة على طول، ده مكان الـ Burstata الـ Perthichannel، إيه المصوبة كيمة الـ Perthichannel؟ الـ Perthichannel is the function of vagina الفجينا، اللي هي المهبل في الأنسة اللي بيسموها الـ Perthichannel، لأنه بيعدي فيها البيبي أثناء الولادة طبعا لها وظيفة ثانية كمان، يعني ممكن لها وظيفة أن تستقبل القضية بأسنائي لأنه كورس تنجي الجماعة، وكمان بيعدي فيها دم الدورة اللي نازل من الفول تحت طيب، أجزاء Part of the uterus الـ uterus، الـ uterus الرحم أجزاءه أجزاء الرحم، اللي جعتين هنا أجزاء الرحم fundus body cervix يعني له قبة، وجسم، وعنخ الرحم، اللي هو عمز الدورة المقلوب طيب، الـ Function of the uterus فاليبان شيوب، قناة فاليبان شيوب، قناة فاليبان شيوب، لها وظيفتين أو أقطة حتى موظفتين بس احنا نقول بس في وظيفتين هنا، اللي هم بتعمل الإيمتين الـ Sperm من داخله، تستقبله من اليوترس، وتوديه لنحية الأوفم، أو تستقبل الأوفم من الأوفري، وتوديه نحية الرحم، أو أنه يعد فيها كمان الجنين بقى اللي هو الـ Imperium، بعد ما تكون، بيعد فيها، أول مكان كمان مكان حدوث التقاء الـ Sperm على الأوفم، ويعمل حاجة اسمها الـ Fertilization طبعا هنا ترانسفير سبير من الأوفم، وترانسفير زي الـ Imperium، كفاءة دول تمام؟ Imperium، اللي هو الجنين بعد ما تكون، أو تعدى الـ Sperm، أو يعدي فيها الأوفم الأوفري، المبيض هنا في الأنثة، هو العضو الرئيسي في الأنثة، اللي هو مسؤولة عن عملية الحم لا، هنا، مسؤولة عن عملية الحم الأوفر رئيسي المبيض هنا وضغطه إيه؟ إنتاج الأوفر، إنتاج البوايضة وكمان بينتج 2 هرمون، الأستروجين و البروستيرون، ده في الأنثة طيب، التستس قلنا من شوية في الزكر، بتنتج مصنع إنتاج الحياة المنوية الـ Formation of the sperm، اسكماتوزا، وكمان بينتج هرمون التستيسيرون هرمون دي وظيفة الخصية في الزكر، وده وظيفة المبيض في الأنثة هنا بقى احنا تقسيمة اليال إيه؟ قلنا عندنا الثلاث غضل الموجودين في الزكر من فقول تحت السيميلة الـ Physicals، يعني تحتاجها البروستات وتحتاجها الـ Burl-Burl-Gland أو Coburns Glands والنسب دي اللي هي الإنتاج السائل المنوي، نسبة الإنتاج السائل المنوي اللي بتنتجه الـ Physicals من 60% لـ 70% البروستاتة بتنتج من 20% لـ 30% والـ Burl-Burl-Gland أو Coburns Glands تفرز من 5% لـ 10% من السيميلة في الزكر الـ Pharynx اللي هو الزور أو البلعوم البلعوم ده عبارة عن أنبوبة عضلية بتبدأ من فوق من عند قاعد الجنجومة هنا وبتنتهي عند الفقرة العنوقية رقم 6 الـ Pharynx ده قناة مشتركة يعني يعني يعدي فيها الهواء من الأنف ويعدي منها الطعام والماء في الفن فهي بنسميها Common Passage Way أو قناة مشتركة من الجهاز النفسي والجهاز الهضمي أجزاء الـ Pharynx هنا الجزء اللي بيقع خلف الأنف اسمه الـ Nezopharynx والجزء اللي بيقع خلف الأسفل ده اللي بيقع خلف الفم اسمه الـ Auropharynx والجزء اللي هو الأزرق ده اللي بيقع وراء الحندرة الـ Larynx بيسمه Laryngeopharynx ده أجزاء الـ Pharynx يبقى الـ Nezopharynx Auropharynx Laryngeopharynx الـ Small Intestine الجهاز لهضمي طبعاً هنا الجهاز الهضمي اللي هو القناة الهضمية تبدأ من الفم وبنتنتهي بالفتحة الشرق للـ Nez وأجزاءها بقى الفم بقى الماوس والـ Pharynx والـ Nezopharynx والـ Nezopharynx والـ Small and Large Intestine وبنتنتهي بالـ Nez الـ Nez وفتحة الشرق للـ Nez ده القناة الهضمية الرئيسية اللي مهمتها اللي هي استقبال الطعام وهضم الطعام الـ Nezopharynx واملصص الطعام اللي هو الـ Absorption واخراج الطعام بعد كده في صور براز بسميها الـ Elimination أجزاء الـ Small Intestine أو الأمعاد الدقيقة هي ثلاث أجزاء طولها من خمسة إلى ستة متر خمسة إلى ستة متر وطول الـ Large Intestine من هوالي متر ونص يعني 1500 سمت يعني متر ونص أجزاء الـ Small Intestine تبدأ بالـ S10 ديودينم الأصفر ده يليها الـ Dijonam اللي هو الـ 50 دور والتالت خمسة الأخارة اللي بيسمهم الـ Iliam يبقى أجزاء الـ Small Intestine ثاني الـ Deuterine والـ Dijonam والـ Iliam طيب الـ Total Number of Zeribs القفز الصدر هنا عندنا 12 ضل عيمين و 12 ضل عشمال فمجموع الضلوع هنا كان 24 ضلع الـ Space lies between the fire and the arachnoid matter is cold احنا قلنا الـ Deura عندنا المينجيس أو الأخشيات السحائية اللي بتحب المخ والحبي الشوكي اللي حمايته عبارة عن كم طبقة؟ هم 3 طبقة الطبقة الخارجية خالص بسميها الـ Deura والأم الجافية يليها أم عنكابوتية بسميها arachnoid يليها أم حانية بسموها البايا يبقى دول 3 طبقة الـ Space أو التبويف أو الفراغ اللي ما بين الـ Deura الأم الجافية والـ Arachnoid بسموه Sub-Arachnoid Space والـ Space ده موجود فيه السائل اللي بيحب المخ اللي هو CSF وموجود فيه كمان الأوعياء الدنوية بلد فيزيز اللي بتغزي المخ Space اسمو Sub-Arachnoid Space لأن تحت الـ Arachnoid بصب يعني تحت أسفل فهو تحت الـ Arachnoid خلاص يعني يابد الـ Arachnoid والبايا طيب الـ Lens of Spanacorn طول الحب الشوكي الحب الشوكي ده هو عامل زد كابة التليفون ينقل الإشارات والأوامر من المخ يوديها للجسم أو العكس ينقل من الجسم الإحساس عشي يترجمه يوديه للمخ فهو كابة التليفون طوله كامل الحب الشوكي ما يكون موجود فيه الأول موجود داخل العمود الفقري عشان لحمايته داخل فتبرا الكولامن أو العمود الفقري طوله كام؟ طوله في البالغين 45 سمتي صراحة هو في الفيميل بيكون أقصر شوية طوله في الفيميل 42 سمتي وفي الزكر 45 سمتي وهل ده بيفر معانا فيه؟ وظيفيا لا هو بس تشريهين بس ملاش أي علاقة بالوظيفة الخالصة تمام؟ أنا بالنسبة لإيه؟ للحبل الشوكي كطوله ومكانه داخل العمود الفقريات طيب هنا بقى عند أوضاع الجسم هنا طبعا الشخص اللي هو نام على ظهره ده ووشه فوق وصيدره فوق بسمه Subine Subine Position بينما الشخص اللي هو نام على بطنه يعني وشه تحت أولي سيره تحت وبأك أو ظهره فوق ده بيسمه Brown Position الصوبايل اللي هو الشخص اللي نام على ظهره والنام على بطنه بيسمه Brown Position بعض المقطع في الجسم لو خدنا مقطع في الجسم كده وقسمناه خدنا كده قطاع عرضي هيقسم الجسم الأجزاء علوي وسوفلي ده اسمه Horizontal يبقى Horizontal هي Divide the body into upper and lower عز جزء علوي وغزء سوفلي تمام؟ طبعا لو خدنا القطاع كده يقسم الجسم منه شمال Right و Left ده اسمه Stage Transiction لانه أخدنا قطاع يقسم الجسم الأمامي وخلفي الانتيرو بستيرو باسم Frontal A Frontal Plane Frontal Plane طبعا البرجمة طبعا احنا قلنا جنجمة الطفل لسه ما أفرتش الطفل بتولد عنده فراغات في الجنجمة فراغات في عظام الجنجمة لسه ما أفرتش وأشهد فراغ اللي هو القدام ده اللي هو شكله عامل زي دامون ده وعمل زي المعين الشكل ده المعين المعين ده له أربع زوايا يعني المعين الشكل ده اللي قدام بسموه بسموها Anterior Fontanels Anterior Fontanels ده بيبدأ يقفل 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 لغاية ما يبعد سنة ونص يعني بعد 18 شهر بيقفل بسموه Anterior Fontanels وبيتحول لحاجة اسمه Brigma يعني اسمه Brigma بعد ما يقفل قبل ما يقفل اسمه Anterior Fontanels بيقفل بعد ده بيقفل بعد 18 شهر يعني بعد شهر بعد سنة ونص لو قفل بدري عن معاده أو قفل متأخر عن معاده مشكلة هل ده ممكن استخدمه؟ بيستخدمه بفتحديد الطفل جاي بالدماغه ولا جاي بقفه ولا جاي بالمقعدة بيستخدمه وسعاد في حقن المواد ده هنا داخل البريم بيستخدمه تشخيص بعض الأمراض زي زيارة في السي السي إف بتبقى كده مبقلل لفوق ولو السي السي إف لو عنده جفاف بتقوم ليكون مش في الخفاض فيه ولو حصل بعض الأطفال اللي هم عندهم مشكلة في الكالسيوم او مشكلة في العظم هنا بيتأخر قفل ايه؟ قفل المكان ده اللي هو البرجما قلنا أجزاء الرحم هنا القبة الفندس البودي وعنخ الرحم السيرفيكس المكان اللي يدفن فيه الرائج الطفل هنا في البودي المكان اللي يلمو فيه الطفل ويتدفن هنا ويلمو الأسناء الحمل البودي السيرفيكس اللي يبدأ المقفول يفتح فقط في بداية الولادة الطبيعية ده أجزاء ايه؟ أجزاء الرحم طبعا التحترمين ده الفجراء اللي قلنا علىها من شوي البرجما 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 300 جرام وفي الفيميل 250 جرام هل ده بيأثر معنا في الوظيفة؟ لا بس فيها كده هي في القلب الرحمي بيكون زيادة شوي 50 جرام وفي قلب المرأة بيكون 250 جرام أقل لـ 50 جرام من الرجل طيب البرين المخ هنا السيرفيكس أو الجاز العصبي المركزي يقولنا هنا بيشمل البرين كل أجزاء البرين ما هو داخل تجويف الجوجومة والحبل الشوكي اللي قلنا من شوي طيب البرين موجود هنا فيه جزع أو ساق المخ اللي هو وكأن المخ واقف عليه اللي هو آخر جزء في المخ هنا قبل بداية الحبل الشوكي يسموها برين ستم أو ساق المخ أو بزع المخ كم جزء هو تال أجزاء؟ الجزء الأحمر ده ميت برين يليه البونز يليه مضالة بلونجاتا أو النخاع المستطيل اللي بعد منه على طول يبدأ الحبل الشوكي أهمية البرين ستم يليه اللي موجود فيه البيتال سينترز أو موجود فيه المراكز الحيوية في الجسم يعني مركز تشغيل القلب مركز تشغيل التنفس مركز تشغيل أوعاد دموية كلها يسمعها البيتال سينترز وكمان خروج الأعصاب اللي هي الكمينة النيرفز الأعصاب المخية اللي بتوزع وتغزي الهيد ده وظيفة البرين ستم لو حصل فيه خلل أو حصل فيه تليف أو نزيف تؤدي إلى حالة نسميها برين ديث أو الموت الدماغي بيكون الموت الدماغي دائما في الغالي بيكون هنا تلف في برين ستم بأجزاء التلاتة اللي قلنا برين فونس المستطيل إيه المستطيل المستطيل اللي هي الغده الرئيسية اللي تحكم في كل الغدد الصماء اللي موجودة في الجسم الكبير بتاعتهم الزعيمة بقية الغدد الصماء دي غده موجودة أسفل الجونجومة أسفل المخ في قاع الجونجومة اسمها إيه؟ اسمها بتاعتهم أو غده النوخمية بتاعتهم غده تقريبا جرام واحد بس حاجة صغيرة خالص خالص كده أسفل المخ في قاع الجونجومة حتى بعملها كده كيس عظمي خاص بيها عشان يحميها اسمها بتاعتهم المستطيل 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 طيب أجزاء الحالي بقولها من شوية تقريبا جزء اللي هو في البطن اللي هو أبدومنال وبوزء اللي في الحوض وبوزء مهاجج داخل جدار المسانة ما سميه انترا ميورة طب هو اللي ماشي داخل جدار المسانة طبعا العلة هنا انه هو بيبقى عامل زي او عامل زي الصمام اول ما تتميلي المسانة كده بيقوم توم قفلة مدخل الحالب الجهالي فتمنع ارتجاع البول في اتجاه المركز السؤال ووزف خلوه عندي زي النوز الأنف هنا ووزيف الأنف اللي سميل اللي هو الشم وتنظيف الحواء وبيعمل مولستين للإير كمان بيعمل تنطيب للإيل اللقاء ده ووزفة الأنف الرئيسية الاسكن ووزفة الرئيسية هنا بيعمل حماية لكل حاجة بقى حماية ضد المواد الكيميائية ضد الحرارة ضد البيروسات ضد كل شيء طبعا ثاني حاجة يفراز بيخرج العرق العرق ده مهم جدا انه يقدم مواد كلها مواد زي مواد سماء مواد موزية للجسم اللي هي النفايات الجسم يعني هو بيساعد الكلاه في اخراج النفايات دي في خصوة العرق أو كمان تنطيب الحط الجسم طيب المناعة طبعا هو أول خط مناعي في الجسم هو الجلد يعني أول حاجة تستقبل المكروبات والجلد المناعة والأربع حاجة انه ينتج الميلانين مادة السابقة الميلانين اللي هي بتدل الجلد السابقة بتاعته أو اللون بتاعه وكمان ينتج فيتامين دي المهمة جدا في الأطفال بالتحديد الان ده اللي هو بيعمل امسوز الكالسيوم وبيرسل الكالسيوم في الأطفال ويضي قوي ده وظيفة الايه؟ بعض وظيفة الاسكال العظم هنا طبعا العظم هنا مهمتهم الأساسية ليعمل وبيدي الشكل الجسم وبيدي الشكل الجسم وبيعمل عمل الجسم وكمان بيعمل حماية يعني القف الصدي ده بيحمي جواه الهارت والسكال أو الجنجمة بيحمي جواه المخ والعمول الفخري يقولنا من شوية بيحمي جواه الحاب الإشاكي كمان الوظيفة التالتة هنا انه بيخزن جواه الكالسيوم والفوسفورس بيخزن جواه الكالسيوم والفوسفورس يعني مصنع تخزين الكالسيوم والفوسفور هو البول طبعا فيه كذا حاجه بس دولك فئة التحال هنا مكانه في مكانه وفيه منطب السمية اللي افتح بيكوندريام يعني وراه بيقع خلفه المعدة في الجاش هنا محمي بأخذ ثلاث دروع طيب وظيفة للتحال ده تحال يتخزن جواه 500 سيسي نص سلطة دم يتخزنه على جنب كده لو الجسم محتاجه أثناء اللزيب يدخوهم وكمان التحال بيستعبل الدم هنا ويكسر الدم بعد 120 يوم يعني الكوات الدم الحمرة لها حياة لها مدة زمنية معينة كم يوم؟ 120 يوم بعد أن تتكسر مين بيكسرها؟ العدو الرئيسي بيكسرها مين؟ التحال وكمان التحال بيمتقي أجسام مضادة للمنعة production of the antibodies طيب التستيس are located أو تصيد زبود قلنا ليه؟ ليه هي موجودة خارج الجسم اللي جابها هتكون low temperature two to four can result less than the body temperature يعني بأقل من حرط الجسم باثنين لربة درجات طيب ليه قلنا؟ التهاب الجاهز الباولي بيكون أكتر فيه female than in male السبب short لأن في ال female بتكون اليوريثرا short wide وبرضو هنا high contaminated area يعني مكان ملوس عند ال female أكتر من ال male طيب الفورنبودز ليه الجسم إنه لو واحد طفل بلع هنا حاجة جسم غريب مكان الجسم اللي بيتجه ناحية ال right ومبروحش ناحية ال left يعني هتقول كده احنا بنعمل أشعب ليه في ال right هنجأ نخوش نعمل نشيب المنظر على ال right هتقول وإحنا مغماضين كده ليه هو عدد في ال right ما عدد في ال left لأسباب أولا ال right بيكون short وسيارة وكترات داخلية wide وكبان ماشي فراتكالي ماشي عمورية مع امتداد القسم الهوائي التريكيا خلاص فسهل تخش هنا وصعب جدا تتخل فيهم تدخل في الجهة الشمال التريكيا هنا ربنا سبحانه الله ما خلقاش من عضلات ولا خلقها من عضل خلقها من حلقات غضروفية غلبيت اللي هو حلقات غضروفية بتلف عليها من كل الاتجاهات مع هذا بس بجد الخلفي متغطي بعضلات طب ليه معمولة معمولة ب سبب هنا عشان تكون to remain patent along the 24 hours يعني تبدأ تفضل الأربعة وعشرين ساعة مفتوحة تفضل الأربعة وعشرين ساعة مفتوحة يبقى التريكيا is formed mainly السبب to remain patent along the 24 hours يعني تفضل الأربعة وعشرين ساعة مفتوحة ما فيش هنا فرصة لها تقفل ولا لحظة واحدة طيب الفرق هنا المقارنة بين the arteries and veins الشريان بيختلف عن الوريد الشريان carries the oxygen blood النوع الدم اللي فيه دم مؤكسر بينما في the veins الدم اللي فيه non oxygenated يعني دم محمل ب CO2 الشريان فيه pulse pulsating إنما الوريد doesn't pulsated لا فيش فيه pulse طب ليه هنا pulse بيدفع الدم هنا في صورة المواجهات تعمل النبض ده في الشريان إنما الفين ما فيش حاجة بده تدخل دم فيه وبهذا الدم بيجي حتى في تجال معاكس من تحت فوق طيب كمان هنا أكيد بيكون الضغط هنا عالي فين الضغط بيكون عالي جدا فيه الشريان has high blood pressure إنما في the veins بيكون الضغط هنا الضغط الدم بيكون low يكون ضعيف وقليل ده المقارنة الرئيسية بين طبعا فيه حاجة تانية يعني الشريان موجود فيه ما فيش فيه سمامات has no valve والفين بيكون موجود فيه valves كمان موضع الشريان بيكون deep بيكون غولت شوية تحت الجلد إنما الفين بيكون superficial أو تحت ايه؟ سطح الجلد بيش أعطوه شكرا جزيلا شكرا جزيلا